أكد صاحب اسم الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء على متى تمتع به العلاقات البحرينية البريطانية من تنام مستمر على كافة الأصعدة خاصة التنسيق المشترك في المجال الأمني وما نتج عنه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين لتفعيل أوجه التعاون من خلالها في هذا الشأن وأشار سموه حافظه الله لدى لقائه بقصر الإقضيبية اليوم بحضور معالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزيرة الداخلية مع أسير جوين جينكنز نائب المستشار الأمن القومي بالمملكة المتحدة إلى ما تمر به المنطقة من تحديات أبرزها الجماعة والتنظيمات الإرهابية وضرورة مواجهة خطرها وتجفيف منابعها ومنابع فكرها وتمويلها والتأكيد على دور المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الخطوات بما يعزز الأمن والاستقرار الدوليين مشيرا سموه إلى الدور الذي تقوم به المملكة المتحدة في هذا المجال إلى جنب الدول الشقيقة والصديقة كما سعرض سموه خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك وما وصل إليه التعاون بين البلدين الصديقين منوها إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين نحو آفاق أرحب بما يعود بالنفع عليهم ترجمة نانسي قنقر